يجب تحرير المدينة المنورة مكة المكرمة البقيع يجب إعادة هذه الآثار من جديد ليش هدمت؟ كانت أكو قباب جميلة بيضاء مشرقة في البقيع هدموها آل سعود هدموها الوهابيين الكفرة وانطلقوا بعد الهدم بالمناسبة يقرأوا التاريخ انطلقوا أرادوا أن يهدموا القبة الخضراء قبة نبينا صلى الله عليه وآله لو لا مصر تدخلت كان أيام محمد علي باشا حاكم مصر هدد قال إذا هدموها ننزل جيش في الحجاز اللي هنا ابن سعود قال لهم لا بعد إلى هنا وأكفوا وإلى الآن هم يتمنون ترى فتاوى أكوا من ابن عثيمين ابن جبرين مدرمين يقولون هذه القبة بدأ لا بدأ من هدمها قبة النبي صلى الله عليه وآله يقولون لازم نهدمه شنو هؤلاء سووا شنو لعبوا صرفوا بالحرمين الشريفين